عزيزي طلب التصفى السادس الابتدائي. النهاردة ان شاء الله هنحل تدريبات نص الحرية والمسؤولية. سؤال الاول اقرأ الدرس ثم اجيب تخير انسب عنوان للدرس مما يلي وبين سبب اختيارك. اه انسب مديني تلات تلات عنوان طبعا حدود الله ولا كيف تسير السفينة ولا الاسراع في معالجة الانحراف. احنا نختار دوت الاسراع في معالجة الانحراف. وسبب الاختيار ان ده انسب عنوان بيدل على محتوى النص. ماذا تعلمت من هذا الحديث الشريف? واحد سموه اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. اتنين وجوب الالتزاب بمنهج الله. تلاتة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. آآ جيم اكمل شبكة المفرادات. كلمة السفينة. هنقول شراع ماء صيادون اسماك. هات من الدرس ما يلي وضعه في جملة. مراضف مركب. آآ مراضفة طبعا يعني معناها سفينة. واخذ معناها اصابة. بعد كده به مضادة علىها اسفلها. ومضادة تحتهم فوقهم. آآ بعد كده مفرد اقوام قوم. قوم ايه? وانصبها مفردها نصيب. آآ بعد كده جمع سؤال. هتبقى اسئلة. وجمع الكلمة. كلمات. والجموة اللي بقى انا هقولها كلها على بعضها. تسير السفينة في البحار. اصاب المكتهد اعلى الدراجات. السفينة في اسفلها ركاب. آآ نصيب الولد كسير. الجالسون على على الشواطئ او على الشواطئ فوقهم مظلات. كلمات الدرس كسيرة. هؤلاء قوم صالحون. بعد كده كلمة اسئلة كانت اسئلة الامتحان سهلة. آآ يبقى احنا هنا خدنا جمل. انت بقى كل كلمة من دول. انا قلت جمل. وكل جملة من دول آآ دخل فيها كلمة من الكلمات اللي احنا جايبينها دي. آآ بقولك انا اتحدث امام زملائك موضحا ماذا يحدث لو. آآ فعل كل واحد مننا ما يريده. ده هيضر نفسه وهيدر المجتمع طبعا. لو كل واحد فعل اللي هو عايزه هيضر نفسه هيضر المجتمع. ماذا يحدث لو احترم الفرد حقوق الاخرين. آآ هيحبوا الناس. يحبه الناس ويحترمونه. ويسود الامن والسلام في المجتمع. حدد الحقيقة والخيال فيما يلي. لابد من من حماية سفينة المجتمع. ده خيال طبعا. لان المجتمع من يوجد سفينة. الحرية بلا ضابط. تصبح فوضى. ده حقيقة. آآ بعد كده اكتب اربع جمل عن الحرية والمسئولية. هقول كفلة الاسلام الحرية بمفهومة الصحيح لكل افراد المجتمع. اتنين. كل فرض له الحق. فيه ممارسة حريته. ولكن دون ان يضر بالاخرين. تلاتة الحرية بدون ضوابط. تصبح فوضى. اربعة ازا تمسك افراد المجتمع بحدود الله. يتقدم المجتمع ويتحقق الخير. بعد كده عندنا تدريبات كتاب الانشطة. اقرأ ثم اجب. مسأل القوم على حدود الله. والواقع فيها كمسأل القوم من استهموا على سفينة. فاصاب بعضهم اعلى وبعضهم اسفلها. فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. هات مراضف استهموا بمعنى اقترعوا. جمع سفينة سفن عكس اعلى اسفلها. لماذا تأزى اهل الطابق الاعلى من اهل الطابق الاسفل? لان اهل الطابق الاسفل كانوا يصعدون لاعلى ليحصلوا على الماء. فكانوا يزعجون ويقلقون اهل الطابق العلوي. اه بعد كده ما الذي يشير اليه خرق السفينة? انا قلت السؤال ده مهم جدا. يشير الى الفهم الخاطئ لمعنى الحرية وعدم تقدير عواقب الامور. يشير الى الفهم الخاطئ لمعنى الحرية وعدم تقدير عواقب الامور. بعد كده ضع كل تعبير مما يلي في جملة توضح معناه. انا قلت اخذوا على ايديهم واخذوا بايديهم. اخذوا على ايديهم يعني منعوهم. واخذوا يعني اخذوا على ايديهم دي يعني منعوهم. انما اخذوا بايديهم يعني ساعدوهم. عشان نبقى عارفين. فنقول عندما رأى اولياء الامور اولادهم اه يقصرون في مذاكرتهم اخذوا على ايديهم. يعني منعوهم. اه هذا خلا هنا بمعنى ساعدون بقول ايه? عندما رأى اولياء الامور اولادهم يسعون للتفوق اخذوا بايديهم. اه بعد كده سؤال خط ندخل بعد كده على التدريبات وانشطة سلاح التنميز. اه هنا بيقول لي ايه ده علامة صحة او علامة خطأ. على كل فرض احترام ما يخص الاخر. على كل فرض احترام ما يخص الاخر صح طبعا. كل انسان لو الحك في ممارسة الحرية ولو كان فيها ضرر الاخرين غلط. الحرية غير المسؤولة تضمن السلامة المجتمع غلط. على كل انسان مواجهة الفساد ورفع الضرر ليسعد المجتمع صح. اختر من العمود الف ما يناسبه من العمود باء. القائم على حدود الله ده ده مواطن جميل. ده تصوير جميل لتعاليم الله بالحدود والمتمسك بها بصورة القائم الحارس لها والمدافع عنها. علىها واسفلها زي ما قلنا بينما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. وان اخذوا على ايديهم ده تعبير يدل على منع الوقوع في الخطأ. لو ان خرقنا فيه نصيبنا خرقا تعبير يدل على عدم الاحساس بالمسئولية. ونجوا جميعا تعبير يدل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نجاتل ايه الجميع. الجميع في المجتمع يعني. آآ هات ما يأتي معنى القائم يعني معناها المشرف والمتولي. حدود الله المقصود ده الاومر والنواهي. استهموا اقترعوا نصيبنا يعني الجزء الذي يقيمونا به. الخاص به. آآ مفرد حدوط ايدي مفردها يد. آآ جمع الكلمات دي بقى. جمع قوم آآ اقوام. جمع سفينة سفن. جمع نصيب انصباء او انصباء. لا جمعين. جمع خرق خروق. مضد كلمة اعليها اسفلها. مضد فوقهم تحتهم. مضد نؤزي ننفع. هلكوا معناها نجوم. اجبنا الاسئلة الاتية. اقرأ ثم اجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل القائم على حدود الله. والواقع فيها. كمثل قوم ان استهموا على سفينة. فاصاب بعضهم علىها وبعضهم اسفلها. هات معنى الواقع فيها. الواقع فيها معناها المخالف لحدود الله. المخالف لحدود الله. جمع مثل امثال. مضد القائم على حدود الله. مضدها بقى الواقع فيها. بما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم. القائم على حدود الله والوقع فيها شبههم بقوم اقتسموا سفينة فنال بعضهم أعليها وبعضهم أسفلها ما نتيجة القرعة التي أجرها ركاب السفينة النتيجة كانت أنه أصاب بعضهم أعليها وأصاب بعضهم أسفلها ما الجمال في قوله أعليها وأسفلها بينهم تضاد يوضح المعنى ويؤكد ويقوي أكمل خريطة كلمة أصابة أصابة دي فعل طبعا معناها نال وأخز ومضادها خسرة وفقد ولو دخلناها في جملة هنقول أصابة المكتهد أعلى الدرجات أصابة يعني حصل للمكتهد على أعلى الدرجات اقرأ ثم أجيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسأل القائم على حدود الله والوقع فيها كمسأل القائم من استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلى وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا إلى آخر الحديث أكمل ما يأتي معنا حدود الله نصيب أنصبة وأنصباء مضد نؤذي ننفع آآ ماذا كان يفعل ركاب الطابق الأسفل من السفينة إذا استقوا من الماء كانوا بيعملوا إيه؟ آآ كانوا يمرون على من فوقهم فيزعجوهم يبقى مروا على من فوقهم فازعجوه طيب لماذا تأذى ركاب الطابق الأعلى من ركاب الطابق الأسفل لأن ركاب الطابق الأسفل كانوا يمرون عليهم ليحصلوا على الماء فكانوا يزعجونهم ما الجمال في قوله لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا هنقول ده تعبير يدل على عدم الإحساس بالمسؤولية تعبير يدل على عدم الإحساس بالمسؤولية بعد كده مديني الشبكة المفردات لكلمة الماء هقول الماء متعلق بقى بحار أسماك سفن أنهار محيطات كل ده حاجات متعلقة بالماء بعد كده سؤال تاني اقرأ ثم أجيب قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلقم على حدود الله والوقع فيها لسنا احنا قرأينها بقى فنخش على الأسئلة على طول هات معنى خرقا يعني سقبا جمع أسفل أسافل مضاد هلكو نجو طيب السؤال ماذا اقترح الذين كانوا في أسفل السفينة اقترحوا ايه وما النتيجة المترتبة على تنفيذ هذا الاقتراح هم اقترحوا أن يخرقوا في نصيبهم أن يخرقوا في نصيبهم خرقا اقترحوا أن يخرقوا في نصيبهم خرقا يحصلون منه على الماء دون الصعود لأعلى دون الصعود لأعلى السفينة طبعا علشان ما يقزوش ايه من فوقه يبقى هم تاني اقترحوا ايه أن يخرقوا في نصيبهم خرقا يحصلون منه على الماء دون الصعود لأعلى طب النتيجة تنفيذ هذا الاقتراح ايه غرق السفينة بمن فيها طبعا غرق السفينة بكل من فيها غرق السفينة النتيجة هي غرق السفينة بكل من فيها ده لو سبوهم طبعا ينفذوا الاقتراح ده إلى ما يرشدنا الحديث الشريف الحديث بيرشدنا إلى إيه وما أثر العمل به على الفرض والمجتمع هنرأ نقول أول أثر العمل به على الفرض والمجتمع تحقيق لو احنا عملنا بالحديث ده ها يكون الأثر تحقيق السعادة والأمان والاستقرار لكل أفراد المجتمع طب إلى ما يرشدنا الحديث إلى ما يلي أن الإسلام كفلة الحرية بمفهومها الصحيح لكل افراد المجتمع. بيرشدنا كمان الى ان كل فرض في المجتمع له الحق في ممارسة حريته ولكن دون ان يدر بالاخرين. بيرشدنا كمان الى ان الحرية بدون ضوابط تصبح فوضى. كما يرشدنا ايضا الى انه اذا تمسك افراد المجتمع بحدود الله فانه يتقدم المجتمع ويتحقق الخير. ما الجمال في قوله وان اخذوا على ايديهم تعبير يدل على منع الوقوع في الخطأ. تعبير يدل على منع الوقوع في الخطأ. حلل الكلمات الاتية لمقاطع صوتية ثلاث كلمات هنقطعهم. كلمة حدود هتبقى الحا. حرف الحا لوحده والدال مع الواو لان حرف المده بيجي مع الممدود. والدال الاخيرة هتبقى لوحدها. كوم هو انا بطع كلمة قوم. اه طبعا حرف المد بييجي مع الممدود آآ مع الممدود قوم آآ وهيبقى عندي طب كلمة قوم انا معنديش هي تعتبر الواو هنا ماشي حرف مد لكنها ساكنة ولذلك الساكن بيجي برضو مع القابل. يبقى آآ هتقولولي طبعا طب ليه الواو مش آآ مش حرف مد لان شرط الواو عشان تبقى حرف مد طبعا ان هي تكون ساكنة وما قبلها مضموم. زي ما انتم شايفين ان الواو ساكنة لكن ما قبلها مفتوح مش مضموم عشان كده مش هي تبقى حرف مد لكن مع ذلك هي الواو هتيجي مع الحرف اللي قبلها لان ساكنة والحرف الساكن بيجي معا لقبله والمم هتبقى لوحدها لانها حرف متحرك. بعد كده هقطعها واحد اتنين تاية أربعة اارمع مكاتل السين لوحدها طبعا لان ان هو متحركة. الفijah هتيجي مع اليه لان اليه هنا بقى حرف ايه? حرف مد لانه آآ ساكن وما قبله ايه مقصور. تمام كده. آآ بعد كده آآ النون هتبقى لوحدها برضو لأنها متحركة والتقال المربوطة هتجل لوحدها لأنها متحركة بعد كده بيقول ضعوا علامات التركمة المناسبة ما كانوا النقط في كل مما يأتي دي جمل طبعا دي جمل كلها جمل فأكيد كل اللي بينها هيبقى فاصلة مثلا قام على حدود الله وحط فاصلة والواقع فيها كمسلا قام مستاموا على سفينة وحط فاصلة فأصاب بعضهم أعليها وحط فاصلة وبعضهم أسفلها وفي الآخر بقى بحط إيه بحط نقطة وبرضو هنا نفس الحكاية حط فواصل فواصل وهاجف الآخر هو مش حطط له هنا نقطة هو حطط النقطة بنفسه صنف العبارات الآتية تحت العنوان المناسب لها هو مديني عبارات وعملي جدول حرية مسؤولة وحرية غير مسؤولة يعني دي حرية بمعنها الصحيح وده حرية بمعنها الخاطئ أو بمفهومها الخاطئ يعني يقف بسيارته وسط الطريق دي طبعا حرية غير مسؤولة يمارس الرياضة في النادي دي حرية مسؤولة ده شيء طبيعي يتنزل في الحديقة برضو حرية مسؤولة شيء برضو طبيعي يرفع صوت المزيع ويزعج الآخرين دي حرية غير مسؤولة بعد كده وضح معنى ما تحت وخط في كل جملة القائم على حدود الله هو المشرف عليها عايز معنى كلمة حدود الله دي اللي ورد عندنا في الحديث بها اللي هي الأوامر والنواي لكن لما يقول لكل دولة حدود جغرافية ما أقدرش أقول هنا تحبها للأوامر والنواي لا كلمة حدود هنا معناها فواصل يعني فواصل بتفصلها عن الدولة اللي جنبها أكمل عائلة الكلمة كلمة أصابة أصابة يصيب أصابة آآ تمام آآ بعد كده هات كلماتها نفس الوزنة كلمة القائم القائم النائم الصائم العائم الهائم الدائم الغائم كل دي كلمات وممكن انتوا تجيبوا لو انتوا عايزين كلمات أكتر من كده بكتير آآ بعد كده أقول لي يقرأ الحديث مضبوط بالشكل لا مش عايزينها دي طيب نكمل بقى في الصفحة الورا امتحانات الأعوام الصادقة جاب لي يعني سؤالين كده من امتحانات وبالمناسبة احنا هنحل الامتحانات في النموذج أول بأول لأن في الترمن التاني ان شاء الله هتبقى امتحانات شهور زي ما انتوا عارفين فآآ عشان تتذكر الدرس أو تشوف أسئلته في ملحق الامتحانات والإجابات لازم الامتحان كله يكون محلول قدامك وانت تاخد السؤال الخاص بالدرس بقى اللي انت عايزه آآ وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد الحديث قدامنا عشان من القرأش تاني هات من الحديث الشريف جمع كلمة حد حدود طبعا أهيت آآ هات من الحديث برضو مراد في كلمة اخترعوا آآ استهموا اللي هي دي آآ هات من الحديث دوت مضب ده كلمة أسفلها علاها آآ تمام كده أهيت بعد كده ما صفات القامة لحدود الله بيتصف بإيه الشخص القامة لحدود الله الإنسان المتدين المتزم بالدين اللي بيتصف بالعدل والنزاهة وتطبيق القانون على نفسه وعلى جميع أفراد المجتمع دون تفرق أو تميز إلى ما يدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف بيدعونا إليه واحد التمسك بمنهج الله اثنين تقديم المصلحة العامة المصلحة الخاصة ثلاثة الحرص على سلامة المجتمع آآ أنا هاخد ثلاثة حلوين قوي وضح الجمال في قوله أعلى وأسفلها قلنا دول بينهم تضاد والتضاد في يديته إيه بيؤكد المعنى ويوضحه ويقوي اكتب الحديث الشريف إلى نهايته لأن الحديث زي ما تشايفين مش كامل أنا هكمله بقى هقول إحنا نحفظ الحديث كويس فبيقول لي هنا في آخره إيه مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا آآ ولم نؤذي من فوقنا فإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا كمان سؤال برضو جي في امتحانات آآ دي نص الحديث دي ما احنا شايفين هندخل بقى الأسئلهات معنا خرقا يعني سقبا مضاد نؤذي ننفع جمع سفينة سفن تمام ما الطريقة التي حددت لكل من في السفينة مكانه طريقة الاقتراع تمام كده عن طريق القرى اللي هي طريقة الاقتراع عمل القرى عشان كل واحد يعرف نصبه فيه ماذا تعلمت من هذا الحديث الشريف واحد سموه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب الالتزام بمنهج الله لو دين الله يعني تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ما الجمال في قوله لو أنا خرقنا فيه نصيبنا خرقا آآ ده تعبير يدل على عدم الإحساس بالمسئولية آآ بعد كده بيقولي ينهر المجتمع لو لم نأخذ على قيد المفسدين اكتب من الحديث الشريف ما يدل على هذا معل هذا المعنى الجزئية في الحديث اللي بتدل على المعنى دي هي يقولي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم ومعارضوا هلكوا آآ جميعا وأن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ده بالنسبة للجزئية اللي بتدل على ينهر المجتمع لو لم نأخذ على أيدي المفسدين بكده يبقى احنا انتهينا من حل تدريبات نصر الحرية والمسئولية آآ تابعوا معي ان شاء الله الحصة الجاهة تبقى نحو لأن احنا هيبقى عندنا الأسماء آآ الخمسة وإعرابها لكن يا ريت ان احنا ما ننساش ان احنا نحط لايك من الفيديو آآ والناس اللي مش مشتركة في القناة تشتركوا تفعل الجرس عشان يوصل لها كل فيديوهاتنا الجديدة وشوفكوا ان شاء الله في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته